اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله أحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن إمامنا ومعلمنا ونبينا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فتح الله به قلوبا غلفا وآذانا صمى وعينا عميا فصل اللهم على الصراج المنير المبشر بجبريل صاحب الغرة والتحجيل المذكور بالحق في التوراة والإنجيل المعلم الجليل صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا مع أسماء الله نعيش في حلقاتنا هذه بل وفي رحلتنا في كل حياتنا فبإسم الله نخلق وعلى إسم الله نموت وبإسم الله نبعث من قبورنا وبإسم الله نحاسب على أعمالنا وبإسم الله ندخل جنته وبإسمه ننجى من ناره من زكره سعد ومن لم يذكره فخد ابتعد اسماء الله سبحانه وتعالى بقلنا بفضل الله سبحانه وتعالى من قبل شهر رمضان وقد تناولنا عددا من الأسماء الحسنة لله سبحانه وتعالى ونحن ما زلنا بنعيش في حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه في البخاري إن لله تسع وتسعين اسم مئة إلا واحدة عفوا مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة من أحصاها دخل الجنة العلماء أجمعوا وجمهور علماء من محقق علم الحديث أجمعوا أن الإحصاء ليس العد ومن قال أن الإحصاء هو العد أدخل معه العمل بما فيها والفهم لها والإيمان بها والاعتقاد بها لو جبنا واحد ملحد وحفظ أسماء الله الحسن لعدها ولذلك العلماء قالوا إن الإحصاء غير العد لأن الإحصاء لو كان هو العد لما أورده الله مع العد في كلمة واحدة لقد أحصاهم وعدهم عدا أن ربنا سبحانه وتعالى لا يأتي بكلمة في القرآن وفي كلامه سبحانه إلا له معنى وإذا وردت في كلمة واحدة أو جملة واحدة كلمتان فدل على أن كل كلمة لها معنى ولها مدلول غير مدلول الكلمة الأخرى لقد أحصاهم وعدهم عدا قلنا لو واحد ملحد عفانا الله وإياكم جاب الأسماء الحسنة وحفظها هل معنى ذلك من أحصاها يعني عدها يخش الجنة ابن الملحد ده يدخل الجنة وهو كافر بالله سبحانه وتعالى هذا كلام مستحيل ولا يقول به أبدا عاقل لا يوجد عاقل على هذا الكوكب يقول بهذا الكلام كلمنا عن كثير من الأسماء الحسنة والنهاردة رأس السفينتنا مع اسم كلنا مفتقرون إليه مع اسم من أسماء الله الحسنة ما بتصحاش ولا تنام ولا تأكل ولا تشرب ولا تقوم ولا تعود ولا تنجى من المهالك ولا تصرف عنك الكروب إلا بهذا الاسم ربما لا يشعر به بعض الناس أقصد مدنولات هذا الاسم ربما لا يحس بأن هذا الاسم هو يعيش في ظلاله ويتنعم ويرفل في معاني لكن هو موجود هذا الاسم من أسماء الله الحسنة الله سبحانه وتعالى يعطي من هذا الاسم للمؤمن والكافر والبر والفاجر واللي بيصلى وبيصليش والقريب والبعيد والكبير والصغير والرجل والمرأة حياتك كلها كده لما تمشي ما تتحركش خطوة من مكانك إلا بهذا الاسم لا يصل الطعام إلى معدتك ولا تحس فيه بلذة إلا بفضل هذا الاسم إيه الاسم ده ما كل أسماء ربنا كده لكن هذا الاسم له مدلولات خاصة هو اسم الله النطيف النطيف اللي نطف بيك ونجاك من حدثة الصيار هو الله النطيف اللطيف اللي كرمك ويصر لك زوجتك اللي أعدى بتشاهدنا الآن معاك من نطف ربنا أن ربنا أكرمك بهذه الزوجة ومنع عنك امرأة أخرى كنت تريد زواجها وبرضو من نطف ربنا بزوجتك أو بالمرأة المتزودة أنه زواجها من هذا الرجل ولم يزوجها بخاطب أتى إليها قبلك ده من لطف ربنا إذا حمد الله وصبر هذا الفقير على نطف اللاهبة ما يمكن لو جت له الأموال وأعطاه الله ما يسمى عندنا في اللغة المصرية الفلوس والعملة كان ممكن يكفر كان ممكن يضغى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا لما ربنا أعطاه من فضل الله باخلوا به باخلوا به وتولوا وهم معرضون النموذج ده بيتكلم عن واحد معين لكن دنيا الناس لما تمسك كده من أول ما نزلت هذه الآية بل من أول خلق سيدنا آدم إلى قيام الساع تجد النموذج فلما آتاهم من فضله باخلوا به لما ربنا أعطاهم باخلوا ده في كل مجال من المجالات في كل مجال ده أنا بضرب لك مثل بالأموال آه موجود النموذج ده بين الناس الطغيان والفجور يأخذ الأموال يشرب بها خمور ويأتي بها فعل الزنا ويفعل بها ما حرم الله ليه؟ فمن لطف ربنا بهذا الآخر أن ربنا منع عنه هذا الأمر منع عنه هذا المال لم يعطيه هذا المال ده من عظيم لطف ربنا بهذا العبد ومن كريم امتنانه عليه انت فتش بس حضرتك كنا يا من تشاهدني الآن فتش في حياتك وأنا أسأل نفسي معاك كم من لطف يا ربنا أنزلته بنا وكم من خير عميم يسرته لنا وكم من شر صرفته عنا أليس هذا من اسمك اللطيف؟ تخيل واحد بيبحث عن صفر ويدور على عقد عشان يوسع رزقه ربنا ما يرضاش يديله وإنسان آخر يمكن لا يبحث ولا يكتهد ويأتي إليه هذا الأمر هذا من لطف الله سبحانه كل اللي انت شايفه في ساحة الأمة المسلمة من أول من المشرق إلى المغرب هذا من لطف الله واللي يعتقد أن فيه شيء بيحدث في الكون كان المفترض أن يبقى فيه أحسن من كده دا إنسان محتاج يصحع العقيدة بتاعته يعني وإن شئت أن تغلظ له القلمة يبقى كافر اللي يقول إن كان المفروض ربنا يعمل كذا وكان ربنا مفروض ما يعملش كذا دا لا يسأل عن ما يفعل لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون هذا في حق الله وحده هل أنت تختار لنفسك كل شيء في حياتك ابنك اللي خلص السنوية وكان به زاكر ويكتهد وربما اكتهد أكتر من بعض زميله اللي هم جابوا أعلى الدرجات ربما تعب أكتر منهم ربما أنت أنفقت عليه أكتر منهم ربنا كتاب له ما يجيبش أكتر من تسعين في المية أو أقل من ذلك أو أعلى من ذلك بقليل أن ربنا كتاب له قدر معين وأخذ بالأسباب وأستفرغ الوسائل لكنه ربنا كتب عليه كده فأنت لا تستطيع أبدا أن تخرج عن نطف الله لما ترجع قدام بعد عشر سنين بعد سنة وهناك ناس ربنا أبصرهم أعطاهم البصيرة بيعرف على في كل حياته أن كل شيء ربنا من دوله هو من نطف الله طب المرأة اللي تزعل مع زوجها وتتبطر عليه تقول يعني كان يوم مش عارف إيه لما تجوزتك دي فهم معنى اسم الله النطيف الراجل اللي يقول يعني أنا كنت تعميته ما تجوزتكيش يقول لي زوجته هكذا دا إنسان عارف اسم الله النطيف اللي يسخر ويتبطر على قدر الله اللي أعطاله بنات بس دا يفهم اسم الله النطيف اللي ربنا أعطاله أولاد ويعني وابتلاهم بعقوق منهم ولم يصبر على قدر الله دا إنسان يفهم اسم الله النطيف اسم الله اللطيف اللي هو سبحانه وتعالى يعطيك بقدرته ما أراد كيفما أراد لأنه الملك الواحد الأحد اللطيف سبحانه وتعالى هو الذي اجتمع له العلم بدقائق الأمور وإيصالها إلى من قدرها له من خلقي مع الرفق في الفعل والتنفيذ لما تقولت أما أنت تقول أنت ربنا شد علي دي كلمة ما تنفعش لما تقول أن ربنا أرص علي أن المصايب عما تتحدف علي مين اللي بيبعث لك المصايب ومين اللي بيبعث لك الفرج ومين اللي بيقضي لك الأمور عايزين نرجع شوية تبا أنت هتقول لنا ناجع عايزين نزداد رجوع إلى الله وعجلت إليك ربي لترضى عايزين نرفع أكف الضراعة لربنا سبحانه وتعالى النزة القاتمة اللي موجودة في وجوه بعض الناس عايزين نعم تزال عنا الغلزة الموجودة في بعض القلوب لازمة تتشال أنك أنت هتروح فين ليس لك طريق إلا طريق الله وليس لك إلا التسليم بما قدر الله ويعلم أن ربنا ما بيعملش حاجة إلا وفيها خير إن الله لا يصنع في كونه أمرا إلا وفيه خير لك فإياك إياك ثم إياك أن تتبطر على أقدر الله سبحانه القرآن مليء مليء بالنماذج الحسنة ممن آمنوا واعتقدوا بلطف الله وملئ بالنماذج الأخرى ممن تبطر على أقدر الله أجيب لك من أول الفتحة إلى صورة الناس وإن أردت أن ترى كهف القرآن الذي من دخله فهم معالي الأمور فلينظر إلى صورة الكهف وإذا أراد أن يستجلي بعينيه وبقلبه بقوة بصيرته فلينظر إلى قصة العبد الصالح مع نبي الله موسى عليه السلام العبد الصالح الخضر رضي الله عنه وأرضاه والخضر اختلف العلماء فيه هل هو نبي أم هو عبد من عباد الله الصالحين على قولين ما لجماهير العلماء أن الخضر كان نبيا واستدلوا بدلاء الأخرى بدأدلة كثيرة وهناك من العلماء من ارتأى أنه لم يكن نبيا أنا مقصد أن أنا مش أينظر وأتكلم عن هل الخضر كان نبي ولا كان ولي لأنا أتكلم عن قضية أخرى عايز ألتقط من قصة الخضر مع سيدنا موسى لطف الله بالعباد لطف الله بالعباد ده عمل ثلاث أمور الثلاثة مخالفة لبعضه كسر السفينة هذا كسر وقتل الغلام وأقام بناء سبحان الله إن في الكسر إقامة وفي القتل حياة وفي البنيان هد معنى كلام إيه تكسير للسفينة منع الملك الظالم أن يستولي عليها فيموت أصحابها جوعا ألم يكن في الكسر إقامة وفي قتل الغلام حياة كان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا وأما في الحائط فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما وهم لم يكبروا الحطة الحائط اللي أقام الخضر مع سيدنا موسى سيقع وفي البنيان هدم أنت لما تنظر كده بعينك يعني اغتخيل ولو للحظة أن أنت شايف الخضر طبعا الخضر مات كما يموت الناس لا كما يدعي أهل البدع الخضر مات كما يموت الناس أنك ميت وأنهم ميتون لو تخيلت اللحظة للحظة أن أنت موجود في موقف سيدنا موسى وشفت من الرجل فعل هذه الأشياء هل تتصور أن يدور بعقلك غير ما يدار بعقل سيدنا موسى بل ربما يدور بعقلك أكثر من ذلك طبعا أنت زعلان لي وأنت في حياتك كسر فيه إقامة أنا بكلمك أنت أيها المشاهد حضرتك وأتكلم مع نفسي وأنصح نفسي وأوجه النصيحة لك وأقبل منك النصيحة وأجعلها لنفسي أنت في حياتك كسر فيه إقامة وش حصلت لك قبل كده حدثة ربما أن يكون فيها إقامة ألم يفتقد منك أموال ربما أن يكون فيها إقامة ما شفتش إنسان كده راجل يقول لك يعني يضل عدها بنصي الحجر مش لا يأكل عقنه شغال بس ربنا عمله رزق يوم بيوم قوت يوم بيوم واحد تاني ربما يبيصح بعد العصر وتأتي إليه الملايين ويعطيه الله الأموال من الذي فعل هذا ومن الذي فعل هذا إنه اللطيف لأنه الملك الكريم لأنه الرب الرحيم فلابد أن توقن أليس في حياتك قتل فيه حياة مثلكش طفل صغير أنت أياتها الأخت المشاهدة ربنا يحمي أبنائنا جميعا وبنتنا اللي مات منها ولد أو بنت وقلبها مكسور وخلبها يحترق على فقد ولدها أليس في هذا القتل أو هذا الموت حياة ما يمكن كان يكبر ويبه فاجر ما يمكن كان يكبر ويبه من أصحاب الزنا يمكن كان يكبر ويبه كافر يمكن كان يكبر ويبه عاصي كله بخضر الله وكله مهيأ بنعمة من الله فالمطلوب من المسلم من كل المسلمين أنا أسلم لربنا باللدهولي مش معنى ذلك لو الأدامي حريق وأقول بقى أنا أفضل لحد من النار تلتهم جسدي لأن ذا من نطف ربنا أن أنا هوائف قدامها لا كلام ذا من الصح إنما أن تأخذ بالأسباب وتتوكل على من خلق الأسباب سبحانه وتعالى تعلم أن كل شيء كل الأمور بقدر الله سبحانه ما في الشيء في الكون إلا وقدره الله سبحانه وتعالى أنت نفسك من أكشف نفسك حاجة أخرج كده من كل حول ومن كل قوة لو أنت ماشي بعربيتك وتخبطت منك ده من نطف ربنا لو ربنا سبحانه وتعالى نجاك وأنجاك في طريقك ده من نطف ربنا لو ربنا قرمك في أولادك واجعلهم متفوقين هذا من نطف الله ولو حدست الأخرى هذا أيضا من نطف الله معنى الإسم ده إيه مقولنا لهو أن معنى الإسم أن ربنا بيتصرف في مقادير العباد في مصالحهم بأدق الأمور من حيث لا يدري العباد واحد فينا ما يباش عارف إيه اللي بيحصل له وربنا بيعمل معالي كده لأنك لم تتطلع على علم الغيب الإمام بن القيم لما تكلم عن اسم الله اللطيف قال كلام جميل جدا قال وهو اللطيف بعبده بيكلم عن الله سبحانه وتعالى بيصف اسم الله اللطيف قال وهو اللطيف بعبده ولعبده واللطف في أوصافه نوعان إدراك أسرار الأمور بخبرة واللطف عند مواقع الإحسان فيريك عزه فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذي الشان يا الله ربنا نطيف بعبده ولعبده يعني إيه بيقضي لك المصالح ويقضي بك الأمور رحمته عظيمة ولطفه شمل الورى لا يدري بهذا اللطف إلا من أعطاه الله نورا في قلبه بعض الناس لما يظهر كده إلى الحال لو انضرب لك نمازك انضرب ما احنا في أيام الحج ونتذكر سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام ونتذكر رحلته لما أتى إلى بلدنا مصر وخصة الملك مع سارة زوج سيدنا إبراهيم إلى آخر قصة وأن الله أوحى إليها إما إلهاما وإما كذا وإما كذا وليس وحيا كوحيا إلى الرسل لأن الله لم يجعل الأنبياء إلا من الرجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم يعني معنى الكلام إن ربنا أفهم ستين نصارة رضي الله عنها أن الله سيجعل من نسلها من يبيد ملكهم يا الله الحافظ ابن كسير يتكلم عن هذه القصة في كتاب التاريخ وكتاب التفسير حتى أن بعض المفسرين الموجودين يعني انتقلوا من زمن ليس بالبعيد قالوا المدة بين هذه البشارة وبينها تحقيقها كام ألف سنة عشرة ألاف سنة ربما أكثر من ذلك يعني معنى الكلام إيه معنى الكلام إن ربنا بيدبر بلطف لخلق ده من أجل إن سيدنا تحقق بشارة ربنا لستين نصارة يأتي سيدنا يوسف إلى مصر ويبقى فيها أربعين سنة كما قال المفسرين قبل أن يراه والده ويعود إليه بل ويأتي والده وإخواته جميعا ويقيمون مجتمعا في مصر إلى أن يخرج منه سيدنا موسى عليه السلام فما يدريك فأنت لا تدري أي شيء في الكون لأنه تقدير نطيف القبير الإنسان ما يبنشي إيمانه بإسم الله اللطيف إلا في الشدائد لما يموت له حد لما يضيع منه أموال لما يفتقد رزق لما يفتقد نعمة لما يبتلى ببعض الأمراض لما يصاب ببعض المصائب بل ولا يشعر بهذا الإسم إلا من أنعم الله عليه إلا ربنا وسع له وأعطاه ومد له في المال والولد والبنين والبنات وما إلى ذلك إلى ذلك إلى ذلك من أمور كثيرة إن دلت على شيء فتدن على عظيم نطف الله بك أيها العبد وعلى عظيم امتنانه حياة الأنبياء كلها نطف من الله ليه النبي مات أبوه هو في بطن أمه وله أمه تموت بعد ست سنين ولجد يموته وعنده ثمان سنين ولماذا يتربى مع أبي طالب ولا يتربى عند غيره من أعمامه ولماذا يزوج علي رضي الله وارضاه من فاطمة الزاراء ابنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يزوجه غيرها وهي لم تتزوج غيره ولماذا لم يرزق النبي بالأولاد الذكور كل دي أسئلة طبعا لا إجابات وليه النبي يموت عنده تاتة وستين سنة وليه يأجر إلى المدينة وليه ما يموتش في مكة وليه النبي ابتلى في دعوته بهذه الطريقة كل هذا من نطف الله كل هذه الأمور تحتاج مننا إلى يقين إلى تصديق يا ربي أنت ربي وأنا موقن بك ومتعلق بك وقلبي ليس فيه سواك فأعطني من قدرتك بقدرتك ومن قدرك بقدرك فأنت إله الذي خلقتني هذا الذي ينبغي أن يكون في كل إنسان يعيش في كل إنسان وقال بعض العلماء هو الذي يؤسر للعباد أمورهم ويستجيب منهم دعاءهم فهو المحسن إليهم في خفاء وستر من حيث لا يعلمون فَنِعَمُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ زَاهِرَةً سَابِغَةً لَا يُحْصِيهَا الْعَادُّونَ وحد يسأل ده أنا بقالي أدعي ربنا بقالي كام سنة ما بيستجيبش بالني لسه إيه لك سيدنا يعقوب ظل يدعو ربه أن يعيد إليه ولده يوسف أربعين سنة بعدها استجيب دعاءه مشكلتنا إن إحنا بنتعجل إذا كان نبيه استجيبت له دعوة بعد أربعين سنة لينك ربنا بيستجيبش دعائك رحم بيك لأن الذي تريده من أمر تريده أن الله وتطلب أن يستجيب الله لك هذا الأمر فيه شر لك فيه ضياع لآخرتك فيه عذاب لك في القبر ارضى ولو عايز أمثلة من الواقع لأن ضربت لك الكثير في مرة جلسته بجوان رجل كبير مواصلة فراجل بيحكي بعض الأم الرجل صالح فحكى أنه كان مسافر إلى إحدى المدن فنزل يشتري بعض المشروبات وبعد الأكل عشان الطريق طويل فرأى واحد قاعد مكانه يا ابني أنا المكان ده بتاعي شنطتك كانت موجودة هنا قال له شنطتك الدهال قال له ما فيش حجز أنا اللي أقعدين فنظر إلى الولد جسم ضخمه يعني لو خمطه خمطه يموته فركب عربية تانية شوف بها لما العربية تتميلي وتأخد كم وقت ألف بعد ما ركبه وتحركت العربية لقوا الطريق مقفول وفي حدثة إيه؟ العربية اللي كان ركبها اتقلبت ولم يموت في من يركب العربية إلا الشاب اللي تخانق معاه عشان يركب مكانه فمن نطف الله سبحانه وتعالى ده أنت لو تقعد بس كده تاب اسأل حد لو واحد قعد بجوارك تاب اسأل زوجتك اسأل أولادك اسأل زميلك في العمل اسأل اللي بيصلي جنبك في المسجد اسأل الراكب جنبك العربية اسأل الراكب جنبك في القطار تاب اللي راح يحجي اسأل حد منه طلع معك رحلة الحج اسأل 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 ستجد أن كل ما في الكون هو من نطف الله بالعباد كل شيء ده من نطف ربنا سبحانه وتعالى من رحمة ربنا دائرة بس عن سير العلماء حتى العلماء الموجودين لما يحكيناك واحد من العلماء أنه كان في كلية كذا وحصل له كذا وعشان يتجه إلى دائرة أخرى من دوائر الطاعة وهي الدعوة إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ده من رحمة ربنا فلابد أن تسلم لله سبحانه وتعالى في كل أمر يفعله بك وفي كل قضاء يقدره لك وفي كل عطاء يعطيه عنك وفي كل منع يمنعه عنك يعني منع ربنا لي في أمور ده من عطاء ربنا نعم من عطاء الله بل ربنا أن يكون منع الله لك في أمور قمة العطاء كم من العطاء وهو قمة السلب وكم من سلب وهو قمة العطاء في رزق اسمه رزق السلب ربنا سبحانه وتعالى يسلب عنك نوع معين من أنواع الرزق لأنه برحمته سبحانه وتعالى أراد بك أمر آخر وأراد بك خير أفضل مما تتخيل ومما ترى فهو سبحانه وتعالى الذي يقدر لك شوف ربنا يدفع عنك أنواع المصائب ويصف عنك كل شيء ربنا يعلم ضميرك في إيه وقلبك في إيه ولذلك قال الإمام السعدي اللطيف الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخبايا أدرك الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور وما في الأرض من خفايا البذور يا الله تبني إيش مع التعريف ده شوي لطف علمه حتى أدرك الخفايا اللي أنا مخبيف قلبي ربنا شايفه واللي أنت مخبيف قلبك ربنا شايفه واللي غيرك مخبيف قلبه ربنا شايفه واللي رافع عضية في محكمة وأخفى حقيقة ظالما كان أو مظلوما الله شايفه يعلم الخفايا والخبايا كل المستخب ربنا عارف ما في بطن المرأة يعلمه الله بل قبل أن يكن في بطنها يعلمه الله بل ما أخفيه في سابع أرض يعلمه الله يعني معنى الكلام ده لو ربنا أراد لأمة الإسلام أن تكون أغنى أمة لأمر الأرض أن تؤخرج لها كنوزا فتسعد أمة الإسلام لكن ربنا لطيف يعطي بقدر يعطي برحمة يعطي بحب يعطي ب بما يريح العبد يعلم الخفايا والخبايا وما احتوت عليه الصدور تخيل كده لو كل واحد نخب حاجة في صدره ربنا كتبها له كده على في هذا المكان كده فوق القفص الصدر فوق هدومه كده يجد ما أخفا مكتوب بالله عليك هتلاقي حد يتعامل مع غيره مش ممكن لو تكاشفتم لما تدافنتم فمن رحمة الله بعباده سبحانه وتعالى أنه الملك فما يخفيه في الصدور لا يعلمه إلا علام الأخضار وما في الصدور رب يعلمه خافية الأعين وما تخفي الصدور ما يخفيه صدرك لا يعلمه إلا الله ولا يعلم شيئا في الكون إلا ربك الذي خلقه بل يعلم ما في خفايا البذور دا كلام صحيح وله أدلة عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه قال ما من قطرة خلي بالك ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يودعها في الأرض أينما أراض الله يعني ما فيش نقطة مية ما فيش نقطة مطر تنزل من السماء كام مليار قطرة مطر تنزل من السماء كل لحظة على مستوى العالم يعلمها الله بل قال أهل العلم ما من حبة تخرج في نبتة من الأرض إلا وكتم عليها اسم من يأكلها إلى يوم القيام لا لا دا الموضوع كبير الموضوع كبير يخلينا لابد أن نسلم وقال العلماء إن معنى اسم الله اللطيف هو الذي يحسن إلى عبادي من حيث لا يحتسبون أنت مش ملاحظ حاجة مش ملاحظ أنك تعريفات اسم الله اللطيف كثيرة جدا بعضها يرمي إلى بعض وبعضها تعريفات مختلفة عن أخواتها من التعريفات ليه؟ دا دليل على أن الإسم فيه عظمة ما كسرت معانيه كسرت أركانه أركانه عظيمة وخفاياه أعظم الذي يحسن إلى عباده من حيث لا يحتسبون الإمام الزجاج وصف الله باللطيف يفيد أنه المحسن إلى عبادي في خفاء وسطر من حيث لا يعلمون ويسبب لهم أسباب معيشتهم من حيث لا يحتسبون باش تاري كده تلاقي ربنا بعيت لك رزق معين بانت مش واخد بالك بعض الناس يقعد معاك يقول لك نفس حج ترد هيتقول له ادعي ربنا يقول لك من آن؟ كلمة منين دي؟ منين دي؟ إزاي؟ مش ممكن ما تنفعش مع اسم الله اللطيف واحد يقعد معاك مليء عنده ديون عنده ديون عنده ديون وتقول له النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابي قالوا وكان مليئا بالديون فقال له النبي قل إذا أصبحت وإذا أمسيت ثلاثا اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقاه الرجال الراجل جاي بالنبي بيقول له ما لك قال له نا عندي ديون فلو واحد فينا يقول لك آه خلاص النبي هيديني سرة أموال يعطيني بعض الأموال لأن النبي ده كلفه بمسؤولية جديدة كلفه بعبادة جديدة عبادة الذكر لله سبحانه وتعالى قال له عايز ربنا سبحانه وتعالى إذا أردت أن يصرف الله عنك ما أصابك من هم ويقضي عنك الدين قل ثلاث مرات إذا أصبح اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقاه الرجال قال فقالها الرجل ثلاثا أياما ففرق الله عنه لما يكون عندك قرب لا تلجأ إلا لله لما يكون عندك ديون واحد تجلس معاه يقول لك قول يا ربي بعتلك سدادة ديون وتبقى عندك شك أن الله يقدر على سدادة ديون أنت مش مؤمن أو إيمانك ضعيف بإسم الله النطيف لما يكون عندك بنت تأخر زواجها أنت بزعلان ليه إيه اللي مديئك مش بدل ما تتجوز ولا تفاسد فاجر شارب خمر زاني يبهدلها ويمشيها في نفس الطريق بتاعه أو تتطلق أو تعيش معاه في كرب وتحمل أنت الهم إيه إيه اللي مديئك إيه اللي مديئك ابنك تجوز وما خلفش ابن خلص الكلية وما تشغلش ممكن ربنا رحمه يا أخي ربنا رحمه من أمر لا تتخيل وأنت لا تدري به ما يدريك أن ما اختاره الله لا آه تسأل ويبحث عن عمل واللي ينجبش يبحث عن أسباب للشفاء إن وجدت لكن خلاص ده بحث مرة واثنين وعشر وعشرين برضو ما يبطلش لكن اعلم أن لطف الله بك هو الذي جعلك هكذا فأحمد أنا قلت لك في من نحظات لو سألنا كل مشاهد بل لو عملنا حاجة اسمها استقصاء أو إحصاء ميداني تجد كل أحيط الله على كمئات القصص مما يدمى لها القلب وتدمع لها العيب أحيانا تتبقى في حياتك كده بتعمل شيء كده أنا بأعمل كده ليه بعد ما تعرف وربنا سبحانه وتعالى يرزقك بنتيجة هذا الفعل تعرف أنت كنت بتعمل كده ليه فكله بنطف الله وكله بقدر الله سبحانه وتعالى ولذلك ينبغي عليك كمسلم أن توقن بما قدره الله لك وأن توقن بما فعله الله لك ده فيه تعريف تاني بل ربما تعريف خامس وعاشر من أشد التعريفات حبا لقلبي هذا التعريف حبيب إلى قلبي ليه قال اللطيف هو الذي لطف عن أن يدرك بتقول إيه هو الذي لطف عن أن يدرك وهو لطف الحجاب لكمال الله وجلاله فإن الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة ويرى في الآخرة إكراما ومحبة إن الله لا يرى في الدنيا لطفا وحكمة ويرى في الآخرة إكراما ومحبة ليه ليه إحنا ما نشوفش ربنا في الدنيا لطف من الله وقلنا ما تتحملش مش ممكن عقلنا تتحمل رؤية الله في الدنيا حديث الإمام مسلم نبينكم وبين الله سبعين ألف حجاب من النور لو كشفت واحدة منها حجابا منها لأحرقت سبحات وجهه ما بين السماوات والأرض فمن لطف ربنا سيدنا موسى لما ساء ربنا رب أرني أنظر إليك لم يقل له يا موسى أنا لا أرى قال له أنت يا موسى في الدنيا لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكة وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك ونحن نقول يا رب سبحانك 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 بنطفك نعيش وبإسمك النطيف نحيا وفيه نرفل بنعم منك يا رب العالمين فأنعم علينا بإكرامات اسمك اللطيف واجعله في حياتنا واقعا نراه ونحياه إلى أن أنقاكم مع تتمة اسم الله اللطيف في حلقة قادمة إن شاء الله أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله ربي واحد شكرا لهم شكرا لهم شكرا للمشاهểu شكرا للمشاهر اترجم ل S